موسيقى الحكومات تخطت قرار ديل وقف تنفيذ جزء من ميزانات الاستثمار بمبلغ اجمالي ديل 15 ديل المليار ديل الدهم هذا القرار اولا يأتي انطلاقا من النتائج النهائية ديل القانون المالية 2012 اللي بينات ان العجز ديل الميزانية بلا واحد مستوى اكتر من المستوى الذي كان متوقعا بحيط بلغنات قريبا ل60 مليار ديل الدهم مقابل 45 مليار ديل الدهم اللي كانت متوقعة اذا هذا جانب اول طبيعة الحال هالتجاوزات لها تفسير ديلها لانه كانت هناك تجاوزات في نفقات المقصة اساسا زادت تقريبا ب28 مليار ديل الدهم اكتر مما كان متوقعا كانت تجاوزات في نفقات ديل الاجور بجوج ديل المليار ديل الدهم اكتر مما كان متوقعا وكانت تجاوزات في النفقات ديل التنفيذ ديل الاستثمار بجوج ديل المليار و500 مليون اكتر مما كان متوقعا نتيجة لارادة ديل التسريع ديل الوتيرة للأداءات لفائدة الشركات وكانت كذلك نتيجة ديل التجاوزات ديل المليار و400 مليون ديل الدهم فيما يتعلق بالاسترداد ديل الضريب على القيمة المضافة نتيجة ديل ارادة ديل الحكومة من اجل تسريع ديل الاداءات برسم الضريب على القيمة المضافة لفائدة شركة المقاولات الصغرى والمتوسطة وبالتالي المحصلة اننا تجاوزنا ما كان متوقعا يعني وصلنا للنتيجة ديل ان العجز اوصل 7.1% من النتيجة الداخلية الخام اذا هذه النتائج النهائية ديل 2012 انطلاقا من البداية ديل 2013 كذلك تعرفنا بشكل دقيق على الحجم ديل الاعتمادات ديل الاستثمار المرحلة من 2012 واللي وصلت 21 مليار ديل الدرهم بالاضافة 58 مليار ديل الدرهم ديل الاعتمادات الجديدة المفتوحة اذا الحجم الاجمالي تقريبا 78 مليار ديل الدرهم هذا الحجم ديل الاجمالي بالوتيرة ديل الانجاز سيؤثر لا محالة على العجز ديل الميزانية فكلا لابد من الضبط ديل الميزانية ديل الاستثمار من اجل ابقاء على الاستثمار في الحجم الذي كان متوقعا في اطار التوازن ديل القانون المالية 2013 مع العلم ان التخفيض ديل هات 15 ديل المليار ديل الدرهم اولا تبقي على نفس المستوى ديل الاستثمار اللي كان في السنوات السابقة اذا نحن في نفس المستوى ديل الاستثمار ديل السنوات السابقة اللي كان فقط هو اعادة ترتيب ديل هذه الاستثمارات واعادة الضبط ديلها من اجل التحكم في الميزانية العامة هذا الجزء الجزء الثاني وهو ان هذه الاستثمارات لا تعني بتاتا للمشاريع اللي هي قيدة الانجاز المشاريع اللي هي قيدة الانجاز هذه المجاريع سارية والاعتمادات متوفرة لها القرار اللي كان وهو ان الوزارات المعنية بهذا الوقف ديل التنفيذ ديل الاستثمارات ستقوم باعادة ترتيب الاولويات ديلها فيما يتعلق بالمشاريع التي لم تنطلق بعد والتي فيها إمكانية تأجيلها وبالتالي إعادة ترتيب أولويات فقط المسألة الثالثة هو أن هذه الاستثمارات التي تم وقف تنفيذها الطريقة للتدقيق مع الوزارة لم يتم بطريقة ميكانيكية يعني لم يكن تخفيض مثلا 10% بدون أي مراعاة العكس تمت مراعاة بطريقة ذكية المراعاة دي القدرة على الإنجاز وبالتالي رأينا الحجم دي الاعتمادات المرحلة الحجم دي الاعتمادات الجديدة بالنسبة لكل وزارة وانطلاقا من هذا الحجم دي الاعتمادات المرحلة والاعتمادات الجديدة والقدرة على الإنجاز تم اتخاذ القرار دي الوقف تنفيذ بالنسبة لكل وزارة ويبقى لكل وزارة الحق للتدخل ووحدها انطلاقا من معرفتها لمشاريعها انطلاقا من معرفتها لتأثير هذه المشاريع لكي تحدد الأولوياتها وتحدد ما هي المشاريع المعنية بوقف التنفيذ طبعا الجانب القانوني للقرار جانب القانوني هناك عدة خيارات هناك خيارات التي دارت أنه يمكن أن يتخذ هذا القرار بدون اللجوء إلى أي سند قانوني يعني وثيقة قانونية أو اعتماد القانون التعديل لقانون المالية أو اعتماد المرسوم وهو الخيار الذي اتخذته الحكومة اتخذته في إطار أولا الاحترام ديال المؤسسات الدستورية والقانونية لمثل هذه القرارات القانون التنظيمي لقانون المالية واضح المدة 45 تتقول بأنه يجوز للحكومة أن توقف جزءا من الاستثمارات بالنسبة للوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد المرسوم التطبيقي لها المادة تقول بأن هذا الأمر يتم بمرسوم ويتم فيه إخبار لبرلمان وبالتالي الحكومة اخترت أولا الجانب ديال الأمان القانوني ديال القرار والأيطار القانوني ديال القرار من جهة أخرى وكذلك الجانب ديال الشفافية لأن هذا المادة 45 تجوز للحكومة أن تقوم بوقفة نفيذ ديال الاستثمارات ولكن في نفس الوقت تلزمها بإخبار لبرلمان وبالتالي إخبار الرأي العام وبالتالي القرار يصبح بين أيدي الرأي العام وقابل المناقشة إذن كي الجانب ديال الإطار القانوني الاشتغال في إطار الدستور في إطار القانون من جهة وكي الجانب ديال المساءلة من خلال الشفافية ديال القرار وبالتالي المحاسبة على أسس هذه الشفافية الجانب الثالث هو ما يتعلق بالتأثيرات ديال مثل هذا القرار على النمو أولاً كي الجانب ديال هذا القرار كيفما قلت يبقي على الحجم ديال الاستثمارات في الحدود التي كانت في السنوات السابقة بالنسبة لاستثمارات الوزارات ولكن الأساس الكبير والحجم الكبير ديال الاستثمارات ليس هو استثمار ديال الوزارات هو استثمار ديال المؤسسات وديال المنشآت العمومية هذا الجانب هذا لم يشمله القرار بل بالعكس يتم دعم ديال الإنجاز ديال مثل هذه الاستثمارات واللي بالغاية سنة 2012 أكبر من 80 مليار ديال الدرهم كإنجاز حقيقي فعلي ليس كاعتمادات مبرمجة فقط ولكن كإنجاز حقيقي وفعلي وسيكون تقريباً أكبر من هذا المستوى سنة 2013 إن شاء الله وبالتالي الحجم ديال الاستثمارات ديال المؤسسات والمشآت العمومية هذا سيتم الإبقاء عليه وسيتم دعمهم بالإضافة لدعم الاستثمار الخاص من خلال تبسيط المساطر من خلال المواكبة ديال الاستثمار الخاص من خلال المواكبة ديال المشاريع التي تمت المصادقة عليها في إطار اللجنة ديال الاستثمار الخاص وبطبيعة الحال وهذا هو اللي مهم كذلك أن الاستثمار العمومي تستفيد منه بالفعل المقاولة الوطنية من خلال تطبيق نظام الأفضل الوطني وهذه الحكومة كانت واضحة في هذا الأمر وفي 2012 كانت النتائج كذلك ديال هذا القرار واضحة أن الاستثمارات العمومية تستفيد منها بالأولوية المقاولة الوطنية وبالتالي حجم الاستثمارات بالنسبة للاقتصاد الوطني الداخلي وبالنسبة لمقاولة الوطنية هو حجم استثمارات فعلي لأنها تستفيد منه بالأولوية وبالتالي هذا هو الحيثيات ديال القرار بطبيعة الحال هذا القرار يبقى مدعوما بالدينامية القيصدية التي تعيشها بلادنا بحيث أن مجموعة من القطاعات لا ينبغي أبدا أن نقارن بين الوضعية في المغرب والوضعية في الدول المتقدمة والدول التي تعيش عن كماش ديال الاقتصادية ديالها اللي هو طبيعي بالنسبة للتطور وبالنسبة للمرحلة الاقتصادية ديالها بحيث أن هذه الدول بالإضافة لتداعية ديال الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها يعني الإمكانية ديال النمو عندها إمكانية ضائلة لأنها أصلا دول متقدمة وبالتالي المغرب لا يعيش هذه المرحلة المغرب تريد عيش مرحلة أن الهامش للنمو والإمكانية للنمو هي إمكانيات كبيرة وبالتالي بطبيعة الحال هذه الإمكانية للنمو لا يمكن استغلالها بشكل كامل بالنظر لك أن الشركاء率je sailing حالة جميعا ولكن بالرغم من هذه الحالة الجميع كان الإمكانية للنمو وكان هامش للنمو وهذا هو الأساس وما تم تسجيله خلال سنة 2012 على مستوى الاقتصاد الوطني يثبت هذا الأمر بحيث أن هناك مجموعة من القطاعات للقديمة المتجدرة لسجلات بقات في نفس المستويات أو كان تراجع طفيف جدا وكان قطاعات جديدة لسجلات مستويات مشرفة من النمو تتجاوز 10% بالنسبة للقطاعات الصيارات ولا القطاع ديال الطائرات ولا وكذلك الذي ينبغي أن يسجل في 2012 وهو الارتفاع ديال المستوى ديال الاستثمارات الخارجية الموجهة إلى المغرب بعد الانكماش التي عاشته في السنوات الآخرة بفعل الأزمة في الخارج بحيث أن المستوى ديال الاستثمارات في سنة 2012 وصل 29 مليار ديال الدرهم والجديد في هذه الاستثمارات أنها استثمارات موجهة أساسا للقطاع الصناعي يعني للقطاعات الإنتاجية وليس إلى قطاعات أخرى وبالتالي هذا أساسي يدل على أن الوضع في المغرب صحيح أن هناك تأثيرات خارجية سواء فيما يتعلق بالانكماش ديال الاقتصادية ديال الشركة أو التذبذوب ديال الأسعار الصرف أو الارتفاع ديال الأسعار ديال الطاقة ولكن هذا لا يلغي بتاتاً دينامية التي تتعرفها الاقتصاد الوطني وكذلك الهامش ديال النمو الذي عند الاقتصاد الوطني أصلاً بحكم أننا بلد له هوامش من النمو يعني في طور التقدم هناك مشاريع منطلقة لحكومة تسعى إلى ترسيخها وإلى تثبيتها وإلى دعمها ترجمة نانسي قنقر